ذكرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأن النسخة الحالية من مؤتمر مصر تستطيع ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج ونغبة من رجال الصناعة للإسام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة وخلال اجتماع عقدته وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم مع لجنة تنسيقية للمؤتمر أكدت الوزيرة أن المؤتمر سيشهد مناقشة سبل توطين صناعة السيارات وتطوير صناعة الدواء واستخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي كوب 27